اعلنت ادارة منتدى شباب العالم عن اجندة النسخة الرابعة للمنتدى الذي ينطلق الاثنين المقبل وحتى الخميس بشرم الشيخ برعاية وحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحت ادارة المنتدى ان الاجندة تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا والتي اثرت على حياة الملايين ببلدان العالم اجمع كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الاساسية للمنتدى وهي السلام والابداع والتنمية وقبل انطلاق المنتدى يعقد عدد من الورش التحضيرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة اثار جائحة كورونا في ضوء عدة ابعاد مختلفة تشمل مراجعة الاهداف الاممية للتنمية المستدامة 2030 ومستقبل القارة الافريقية ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق النشئة والتحول الرقمي والتعليم بالاضافة الى تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية وتنامي الدور العالمي للشركات النشئة فضلا عن استعراض مبادرة حياة كريمة باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الانسان كما تطرح اجندة المنتدى قضايا متنوعة اخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة واستدامة الامن المائي والسلم والامن العالمي واعادة اعمار مناطق ما بعد الصراع كذلك يركز المنتدى على اعلاء القيم الانسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والابداع وبناء عالم امن وشامل للمرأة وفي ضوء اهتمام منتدى الشباب شباب العالم منذ انطلاقه بتنظيم نماذج المحاكاة يعقد هذا العام نموذج محاكاة الامم المتحدة لمجلس حقوق الانسان وتستمر الفعاليات التي بدأها المنتدى في السنوات السابقة من خلال مصرح شباب العالم ومنصة الابداع وساحة ريادة الاعمال ترجمة نانسي قنقر